السيد محمد المسيري من منظمة العفو الدولية سيد محمد أهلا بك بداية أنت سمعني حضرتك كويس أنا سمعك كويس بداية كيف تنمي تجميع هذه المعلومات هو فيه طبعا فيه بيبقى فيه حالتين إما أنه بيبقى الباحثين من نظامهم موجودين على أو مثلا موجودين في مصر فبالتالي بنذهب المستشفات بنقابل الأهالي بنروح المشرحة وهكذا وفيه نوع من البحث برضو بيتم بس لما بقاش فيه إمكانين نحن نروح مصر وزي مثلا ده اللي عملناه في التقرير الأخراني عن الاستخدام المفرط للقوة في الزكرة الرابعة للثورة وده بيبقى عن طريق برضو بنكلم الشهود العيان بنحاول نتواصل مع الطب الشرعي بنكلم أهالي الشخص المتعافي طبعا بنكلم برضو المحامين عشان نعرف التحقيقات ماشية زي وإذا كان فيه مثلا مصابين أو فيه ناس تم إساءة معاملتهم في أماكن الاحتجاز هل هذا يتم في مصر من قبل أعضاء في المنظمة؟ من قبل باحثين المنظمة باحثين المنظمة طيب يعني هناك معلومات لا تخرج إلا من منظمة العفو الدولية أو أمنيستي انترناشنال يعني كيف يتم التحقق من شهود العيان كيف يتم التحقق من المحامين يعني من الجائز أن يقول شاهد عيان كلام ليس صحيحا كيف يتم التحقق منه؟ التحقق بيبقى طبعا يعني مثلا هقول مثلا لحركة الحاجة مثلا زي في حادث مقتل شاماء الصباغ تمام شهود العيان معروفين وكانوا متواجدين وكانوا متواجدين وده طبقا حتى وسائل الإعلام مثلا زي أستاذ عزة سليمان كانت موجودة وشافت قدامها الأعضاء مساحيز زبلاء شاماء كانوا معاها فبنبقى طبعا يعني مش بقول أن كل البحث بيعتبد على شهود العيان فقط ولكن طبعا شهود العيان جزء من البحث اللي بنقوم به بنقرأ برضه طبعا المحاضر أو تقارير النيابة العامة وهكذا وبنشوف كيف تقرؤون المحاضر؟ هل يصبح لكم بقراءة المحاضر؟ طبعا بتبقى موجود منها صور وهذا المحامين طبعا بناقدر ناخد نصور من المحامين نطلع عليها ونشوف الاتهامات بتاعت النيابة العامة بتبقى مبنية على إيه؟ اللي هي طبعا بتبقى في أغلب الأحيان مبنية على محاضر الشرطة وفتحاليات الفنانونة اشتركوا في القناة